كلما طالت فصول الحرب قلت احتمالية البقاء في الديار معادلة تهدد الوجود اليمني منذ الوهلة الأولى لاندلاع الحرب مشاهد النزوح والخوف أصبحت حاضرة في كل ثانية ولم يعد هناك خيار غير الفرار فخلف هذه المشاهد يرزح الآلاف في الخيام علهم يحافظون على ما تبقى لهم من إمكانية الدوران مع عجلة الحياة أما بالنسبة لمن هاجروا هذه الأرض إلى أماكن بعيدة فقد تجاوز مئات الآلاف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قالت إن الحرب في اليمن تسببت في تهجير مليونين وثمانمائة ألف شخص منذ مارس عام 2015 فيما أكدت أن هذا الرقم من المهاجرين يعد الأعلى خلال عام مقارنة بالصراعات الدائرة في العالم لا تتوقف المأساة عند الهجرة فحس بل تدخل في فصول أخرى حيث تتحول خيام اللجوء إلى أماكن جحيمية فهي لا تصلح للسكن لأسباب صحية بالدرجة الأولى ومناخية بالدرجة الثانية حيث لا تقي من حر ولا برد إذن تظل نتائج الحرب كارثية بكل المعايير وتظل التقديرات الدولية للأزمة الإنسانية في اليمن عالية دون وجود حد يعمل على إيقاف هذا التصاعد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر